مبارح كلنا تابعنا تفاصيل إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان واللي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة هذه المبادرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدفها الرئيسي هو تحسين حياة المصريين بشكل شامل في كل المجالات الاحتفالية الحقيقة كانت فرصة رائعة عشان بنسلط بها الضوء على تفاصيل المبادرة وكيفية تنفيذها غير أنه بيعكس كمان اهتمام الدولة الكبير بتطوير حياة المواطنين المبادرة دي وأهدافها مش مجرد كلام وخلاص دي خطة حقيقية هتدخل في جوانب مختلفة في حياتنا زي الصحة والتعليم والرياضة والثقافة الهدف هو تحسين جودة الحياة للناس في كل المجالات دي يعني مثلاً هنلاقي تحسينات في المدارس هنلاقي تطور على مستوى كبير وآدمي ونركز قوي على النقطة دي في الرعاية الصحية كمان هنلاقي فرص أكبر في الرياضة وفي الثقافة كل ده الدولة هتقدمه من خلال مجموعة من الخدمات المتكاملة كان جميل كمان أنه خلال الاحتفالية عرضوا فيلم تسجيل شرح كل تفاصيل المبادرة وأهدافها وده كان خطوة كبيرة عشان الناس تفهم إزاي المبادرة دي هتؤثر عليهم بشكل إيجابي كمان عرضوا نموذج للسيارات اللي هتلف في المناطق المختلفة عشان تقدم الخدمات للمواطنين وده بيوضح الجهود الكبيرة اللي هتبذل عشان نوصل الخدمات لكل حتة في البلد فكرة الفيلم المسجل دي كانت مهمة جدا لأنها بتعتبر توثيق للتعهدات والتكليفات اللي هتتنفس خلال المبادرة الموضوع مش بس بيتكلم عن تقديم خدمات لكن كمان المبادرة بتتكلم عن بناء قدرات المواطن المصري في كل السنين فكرة تعزيز الهوية المصري دي خطوة كبيرة جدا في اتجاه تحسين مستوى المعيشة وكمان تقديم دعم حقيقي للناس عشان فعلا نقدر نحق تنمية شاملة ومستدامة في كل أنحاء مصر يا رب كل خير لبلدنا صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر